اشتركوا في القناة التي تخدم أبناء المنطقة وبين الوزير المبارك سعي الوزارة إلى تطوير الأسواق المركزية وجعلها مقصدا ملائما لتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية حيث يمثل تطوير سوق الرفاع المركزي أبرز المشاريع الحيوية المهمة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا وخلال الجولة استمع سعادة الوزير إلى شرح عن آخر المراحل التي بلغها مشروع تطوير السوق والذي يترقب افتتاحه نهاية العام الجاري بعد إعادة تطويره وتهيئة مرافقه لاستقبال الباعة والمشترين من جانبه أوضح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 2361 متر مربع وقد تم الانتهاء من تنفيذ السوق المؤقت بمساحة 1200 والبدء في تنفيذ أعمال تطوير السوق لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين كما قام سعادة الوزير بتفقد المرحلة الأولى لمشروع تطوير عين لحنينية حيث اطلع على آخر المراحل الإنشائية للمشروع الذي يسهم في الحفاظ على عين لحنينية باعتبارها أحد مصادر المياه التاريخية المشهورة على مستوى مملكة البحرين والخليج وأكد الوزير المبارك أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت أكثر من 90% اشتركوا في القناة